مرة جديدة تضرب يد الإرهاب قلب الضحية الجنوبية وهذه المرة وقع التفجير في الشارع العريض في حارة حريك قرب مطعم الجواد ومبنى كزمة وهو مبنى سكني وكان المرمم الأول بعد حرب تموز وفي معلومات الجديد أن السيارة المفخخة هي من نوع جيب جراند شيروكي تحمل الرقم 34-15-80 جيم زيتية اللون رقم محركها 60-99-15 وقد وضعت فيها العبوة التي تزن نحو 20 كيلو جراما وكانت تملك السيارة السيدة هلا مصطفى عثمان من سكان بعلبك رأس العين المرجي وفي اتصال بسيدة عثمان أكدت أنها باعت السيارة منذ سنتين لرجل يدعى محمد ديب الزدين من موليد عام 77 من سكان عرسال اسم والدته شيحة وعاد وباع السيارة لرجل يدعى سامي الحجيري الذي أكد في اتصال بالجديد أيضا أنه باع السيارة منذ سبعة أشهر لرجل يدعى عبد الباصط علي أمون من سكان مشاريع القاع يذكر أن السيدة عثمان أرسلت إلى قناة الجديد نسخة من عقد بيع السيارة إلى الحجيري مرفقة بمستند آخر يرفع المسئولية نهائيا عنها وقد أجرينا مجموعة من الاتصالات للبحث عن الرجل إلى أن استطعنا الاتصال بشخص من آل الأطرش في مشاريع القاع وهو صاحب مروحة كبيرة من العلاقات في المنطقة وأكد لنا أن عبد الباصط علي أمون لا يقتن حاليا مشاريع القاع بل انتقل منذ نحو خمسة أشهر إلى فليطة في منطقة القلمون في سوريا ولم يوضح لنا سبب انتقال أمون إلى القلمون ولا يذكر إذا كان يقود سيارة من نوع جراند شيروكي ترجمة نانسي قنقر